السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 11 شباط فبراير طبعا القمر اليوم موجود في برج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة وحدة وخمس وعشرين دقيقة من بعد ظهر يوم الاثنين القمر الآن موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة أربعة وخمسين دقيقة من بعد عصر اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح القمر بما إنه موجود في برج الحوت معناته اليوم بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة البعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة أو من الالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين ممكن يعانوا من مشاكل في الحب وبيديروا ظهرهم وبيذرفوا الدموع لأنهم ما بيرغبوا بالمواجهة أو ما عندهم قدرة لا إبداء أو الدفع عن رأيهم بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو بسبب التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكن لبعض الأشخاص أنهم يبدأوا بعلاقة حب جديدة يمكن التأمل والصلاة والمشاركة في العمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى أو شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة واربع واربعين دقيقة فجرا بتوقيت جرينج من واجه مصاعب عرقي لبتطلب مننا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيل جول الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة واربع دقائق صباحا بتوقيت جرينج ابنه تم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية ابتمنحنا العطف والمودة وبنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وست دقائق مساء بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وبتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منها ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم إننا نبادر لعمليات جراحية كبرى لهاي الأعضاء إلا إذا كانت اضطرارية عنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندروفين وهو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم طبعا هاي برضو بتدل على إنه الفترة هاي بنشعر بالألام أكثر من المعتاد وأيضا بصير عنا أرق أو قلق ما منعرف إنه مزبوط وبرضو بتكثر الأحلام والوساوس بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية لسائر أعضاء الجسم دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الحوت خلو المسار القادم بيبدأ تمام الساعة 12 و 31 دقيقة من بعد ظهر يوم الاثنين وبيستمر لغاية الساعة 21 و 25 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة 35 و 33 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بصير ثلاثة أيام نسبة الإضاءة 6 بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19-2 منتحسي بنسبة 10 بالمية القمر في الحوت حتى يوم 12-2 منتحس بنسبة 10 بالمية الآن ساعة الظهر منتحس بنسبة 50 بالمية ساعات العصر سعيد بنسبة 10 بالمية عطارد في الدلو حتى يوم 23-2 منتحس بنسبة 10 بالمية الزهرة في الجدي حتى يوم 16-2 سعيد بنسبة 15 بالمية المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 30 بالمية المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30 بالمية زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15 بالمية وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15 بالمية نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15 بالمية وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15 بالمية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل اليوم بتشعروا بالتعب أيضا لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم لهولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة يعني بدك توظف هدوء الأجواء لعادة الحسابات وللتخلص من الأمور اللي ما بتفيدك ابتتراجع نسبة الحضوض وممكن تواجه شخص بشكل استفزازي أهم شي إنك ما تبدأ بشيء جديد وما تقرر قرارات حاسمة لأنها فترة مخيبة وخاسرة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم معنوياتك مرتفعة وحضوضك عالية أهم شي إنك تحترم القوانين والمواعيد وما تماطل عزز شعبيتك وإفرح مع الأصدقاء والأحبة ابتنجح بإنعاش العلاقات العامة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش إنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية تعتبر يعني فترة فيها بعض الصعوبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن اتصالات بعيدة أو علاقات مع أشخاص خارج البلاد أو بفكروا بالسفر أو عندهم مراسلات خارجية وبتنجحوا برضو لكل شيء له علاقة بالخارج وأيضا بتنجحوا بالسفر والاتصالات لبعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحبائكم أهمش إنك ما ترتجل أي عمل وما تستخف بالواجبات لأن الأضواء مسلطة عليك بدك تكون جاهز لتحمل المسئولية وهاي فترة مهمة جدا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية سارعوا لتصحيح الأوضاع يظهروا انفتاح أكبر على الآراء خصوصا آراء الآخرين اليوم برضو بتسعوا لتصحيح مسار بعض الأمور بتكيف مع الأوضاع الراهنة وكون صبور وحاذر من التراجع الصحي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة حاذروا من المشاكل مع الشريك في العمل وفي الحياة أو مع الأزواج وهي فترة شائكة فأهم إش إنك ما تجازف اضبط أعصابك ومشاعرك السلبية مزاجك متقلب فحاذر الكلام الجارح تتمتع بطاقة كبيرة لكنها بحاجة للانضبط برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط وبتحتاج لنصيحة أحدهم إذا أردت النجاح طبعا أو إذا أردت إنجاح أعمالك باكر لعملك لأن المسؤوليات كثير يطارئة في هاي الفترة وابدأ بالأولويات ومبعضكم ممكن يبدأ عمل جديد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح بوسعكم ومارسة نشاط فني وبتعيشوا أجمل اللحظات وممكن تحققوا الأمنيات وتصيب أهدافك بيطمعين بالك وبتفرح لعلاقة جديدة أو لمصالحة أو لتسوية وبتمتع بشخصية جذابة فأهم إشي أنك توظفها لتحسين وضعك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن يكون في بعض التوتر وترتبك شوي في بعض الأوقات فعشان هيك بدك تحاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية هذه فترة مناسبة للاستثمار في العقارات أو لاستئجار بيت أو إدخال تعديلات أو تصليحات أو الانطلاق في ورشة ترميم أو تأهيل للمنزل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لا اسمع صوتكم ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق ومصالحة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتحصلوا على مبلغ من المال اليوم بيدخل تحسين على ميزانيتكم وغالبا بيجي من عمل إضافي منكم أشخاص برضو ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أهمش إنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تتسرع باتخاذ القرارات الحاسم خصوصا انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع أو خطة جديدة أو بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وبرضو اليوم في خبر صار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء